أبوض على المقزون بيدعو الناس إنهم يلحقوا يتجاوزوا قبل الصندوق كوميكس كتير قوي وناس بتعلق ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية لكن الحقيقة في أكتر من 20 نقطة إيجابية في القانون الجديد أول مرة أسأتكلم على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد واتكلم السيد وزير العدل عن بعض تفاصيل هذا المشروع انطلقت موجة غاضبة على السوشيال ميديا كلها ركزت مشروع القانون في نقطة واحدة بس اللي هو صندوق حماية الأسرة إذا ما حدث انفصال بين الزوجين وبدأت كوميكسات وتعليقات وحاجات كتيرة أو أفرغت المشروع من نقاط عظيبة جدا في هذا المشروع تعالوا نتعرف عليها أول حاجة الزوج كان نمرة 16 في الحضانة يعني في المشروع القديم كان بيوصل تقريبا لنمرة 16 أصبح نمرة 2 كان زمان الأم ممكن ما تجيبش الطفل في الرؤية وعادي ما يحصلش حاجة دلوقتي لو ما جابتش الطفل تحرم هي من الحضانة وتنتقي الحضانة إلى الأب مباشرة طيب الأب اللي ما بينفقش على أولاده دي قضية خطيرة عارفين كلنا تقريبا بنسمع تفاصيل الحقيقة مرعبة عن فكرة تهرب الأب من الإنفاق على ابنه الأب اللي ما ينفقش ما يشوفش وده هي يعني مسألة عادلة جدا طيب الأب اللي ينفق لا ده يشوف ويصطضيف من يومين لتلات أيام في الشهر بره عاملينها أربعة أيام تقريبا بيعملوا الوك اند للطفل مع الشخص غير الحاضن يعني لو الأم هي اللي حاضنة يبقى الأب من حقه أنه يعمل ويك اند مع ابنه أو مع بنته كل أسبوع يوم عشان ما يحصلش جاب نفسي بين الأطفال وفكرة الأسرة أو شراكة الأبوة بين الأب والأم طيب إيه كمان؟ قصة السندوق اللي هي قلبة الدنيا دي في ناس كتير قوي بعد ما بتنفصل ما بينفقش على أولاده فبتبقى فيه مشكلة الأم بتتعرض لها مش عارفة تنفق على طفلها بتحصل مشاكل مادية صعبة بيتأثر بها الطفل فكرة السندوق اللي هي هتناقش في نقاش مجتمعي مشروع كله فكرة الحقيقة فكرة نبيلة جدا لو احنا فكرنا فيها بهدوء شديد كده هنلاقيها فكرة نبيلة لحماية الطفل باعتباره المنتج ما بين الزوجين أنه ما يتأثرش لو الأب عاند وما أنفقش يبقى هذا الصندوق يقوم مقام الأب في الإنفاق لحد ما يبقى فيه حكم قضائي قاضي بأنه هيدفع كذا شهريا وهكذا طب إيه كمان من النقاط الإيجابية المهمة أول في المشروع ده الكشف على الزوجين ده مسألة مهمة وهي موجودة في القانون القديم لكن كانت سوريا اعتقد هتبقى فعلية بعد كده لأنه الكشف عن الأب والأم قبل الزواج بيحمي الأطفال من أنه يولد معاق عنده ظروف صحية مختلفة ودي مسألة حقيقة مسألة مهمة جدا أيضا التأمين الإجباري تأمين الإجباري ده قلنا عشان تبقى مسألة حماية كمان مشاركة الزوجة في صروة الزوج إذا ما كانت هي سحمة في شراق الزوج بيقوم بأعمال تجارية وهي سحمة في هذه الأعمال يبقى ده حقاها الطبيعي إنها تاخد نصيب لو في حالة الانفصال تاخد نصيب من هذه الصروة وأيضا لو الزوجة عملت عمل تجاري والزوج كان متساهم فيه برضو بيأخذ جزء من هذه الصروة إذا ما انفصل الزوجين طب إيه كمان مهم في مشروع القانون الجديد وبتصور إنه مشروع متقدم ومتطور جدا إلغاء كافة القوانين اللي قبل كده اللي كانت يعني بتبحتر الأزواج في المحاكم وهكذا نابت نتنين سرعة التقاضي في قضايا الأسرة عشان الطفل ما يتأثرش وتبقى الأسرة أكثر استقرارا لأنه انفصلها لا يعني أبدا نهاية الأسرة لأنه فيه بيبقى فيه طفل مهم جدا أنه ينشأ نشوق طبيعي في حالة طبيعية أيضا القضاء على ظاهرة الزوج العرفي بعد توسيقها المشروع حيدي فرصة لتقنين الأوضاع دي ثم لن يعترف بعد ذلك بفكرة الزوج العرفي عشان تبقى المسائل كلها مقننة وأمام القانون وأمام الدولة وأمام المجتمع كمان فيه حاجة مهمة جدا لو الأب عاجز ولا يستطيع أن يروح لمكان الرؤية أو هو مسافر خارج البلاد تم تنظيم ما يسمى بالرؤية الإلكترونية وبقاليها التفاصيل ودي مسألة برضو أنا بعتقد أنها يعني غاية في الأهم الحقيقة مشروع القانون فيه نقاط إيجابية عظيمة كثيرة جدا وبتحل مشاكل كتيرة أو من اللي حصلة في محاكم الأسرة وفي المحاكم الكتيرة اللي احنا بنشوفها وقضايا يعني الحقيقة بيضيع فيها الأبناء ضحية لصراع بين الأب والأم الحقيقة المشروع أنا بتصور أنه مشروع متقدم جدا لأول مرة بينص على الاستضافة وده مسألة مهمة بينص على الرؤية الإلكترونية بينقل الحضانة بعد الأم إلى الأب على طول بينظم فكرة وخليه فكرة الرؤية فكرة ملزمة فكرة الاستضافة فكرة ملزمة ومرتبطة أيضا بالإنفاق أرجوكم روايدا حتى نناقش مشروع القانون الجديد لأنه فعلا فكرة متقدمة جدا اشتركوا في القناة